نوم وفي الليل سهر تقودا موجود تحديدا من مادبة من شارع السياحة صباح الخير صباح الخير خلود صباح الخير لفريق برنامج يوم جديد لكل متابعين الشاشة الأولى شاشة التلفزيون الأردني طبعا مشاهدين مستمرين معكم في قافلة المحبة قافلة برنامج يوم جديد اللي راح تجيب جميع محافظات المملكة مثل ما حكيتي زميلة خلود نحن معكم مشاهدين وعلى الهواء مباشرة من محافظة مادبة وبالتحديد من الشارع السياحي اليوم راح يكون إن شاء الله إن عدة إطلالات راح نتعرف على نادي سيدات الأعمال والمهن ورح نتعرف أكثر كمان على جمعية الشبات المسيحيات في هذه المنطقة ونتعرف أكثر على أهم المعارض راح يشاركوا فيها في هذه المنطقة واللي بتناول بعض المنتجات الغذائية والحرف اليدوية التقليدية والعديد العديد من المعروضات ولكن احنا مشاهدين حبينا نصبع عليكم اليوم تصبيحها غير شكل غير المعتاد من مكان مطل راح يكون معنا الآن العم وديع المعايعة أبو رمزي راح يعرفنا أكثر على حرفة تقليدية قديمة اشتهرت بهذه المنطقة ولسه بحافظ عليها العم أبو رمزي راح نتعرف عليها أكثر عم أبو رمزي صباح الخير صباح النور عليك عم أبو رمزي حابين تحكينا على هذه الحرفة التقليدية القديمة التي تعلمتها بجوز أنت من زمان حابين تعرفنا عليها متى تعلمتها هذه تعلمتها من خمسين سنة تقريبا يعني خمسين سنة وأخذتها بالوراثة عن الوالد وما شاء الله عليها حرفة منيحة كان بالأول الناس معتمدين على البصد اليدوية عكس اليوم اليوم ما صار الهقيمة زي السجاد لأنه طلع المكيت والسجاد والعالم زي ما تقول أبعدت عنها شيء من الوقت فصارت العالم ما تتركز على هذه البصد صارت تركز على السجاد بالعكس هذه البصد هي بصد يعني من التراث والكل بحبها والكل برغبها فأتمنى أنه كل واحد ييجي ويتفرج على هذا المحل ويشتري إذا بده يشتري إذا عنده إمكانية للشراء أفضل من المكيت وأفضل من السجاد لأنه شغل يدوي مش شغل ماكنات عمي أبو رمزي تحكينا أكثر عن هذا النور قديش عمره؟ هذا عمره حوالي ثلاثين سنة مش أكثر يعني ما شاء الله بعمري؟ الله تقريبا الله يطول عمرك طيب عمي أبو وديع أبو رمزي حابين تحكينا عن نوع الخيوط اللي بتستخدموها بالنور؟ هذه خيوط كلها خيوط صوف هاي مغزولي غزل ومبرومة برم حتى تكون قوية للشغل نعم هي خيوط خيوط طبيعية مية بالمية؟ مية بالمية كله اللي بيشتغل فيه طبيعه صوف أصلي يعني منقول صوف أصلي ما فيه صوف إلا يكون صوف أصلي أما الاصطناعي ما بنشتغل فيه طيب لسه فيه إقبال من قبل المواطنين على البسط الموجودة معنا الآن داخل هذا المحل؟ لا أصدق مش ما فيه إقبال قوي لكن يعني بجوز الأجانب عندهم أهمية لهالمواضيع ومش كل الأجانب يعني مرات الواحد لما بمرق بشوف النور بمبسط وبكيف وبتفرج ومرات بمرقه عادي يعني ولا كأنه مشايفين إشي فأحنا يعني بدنا البلد تشجع هاي الحرفة إنها تهتم فيها عم برمزي أنا شايف في بعض البسط فيها بعض اللوحات الفنية والرسوم الجميلة تحكي لي كيف بترسمها يعني فيها صعوبة هاي الحرفة؟ طبعا طبعا هاي يعني فيها ناس بمارسوا هاي الشغلة يعني مش حيالها ناس مش حيالها واحد ييجي يبعد عن النور وبشتغل هاي بقدر يعمل رسوم فيه ناس مختصين في هاي الرسومات وناس مختصين في الشغل اليدوي العادي اللي هو التراث القديم اللي في مادبة البسط المرقومة اللي موجودة هنا غاد عرفت عليه كل واحد له اختصاصه له طبيعة عمله عم برمزي حاب تورثها الحرفة لأولادك انتخذتها من والدك من خمسين سنة حاب تورثها أيضا؟ يعني أنا بتمنى أنه أولادي يعرفوها ويشتغلوا فيها حتى تكون ستاند باي معهم يعني أقل ما فيها تكون يكون عنده حرفة يعني لو ما يشتغل فيها يكون بعرفها ويقدر يشتغل فيها ما بتعرف الظروف كيف بتخبل الواحد ما بتعرف الأمور لكن أنا بتمنى أنهم يشتغلوا فيها عم برمزي متعبة الحرفة هاي يعني واحد من البسط الموجودة معنا الآن كيف بأخذ منك وقت؟ صدق حسب الوقت اللي أنا بشتغله أنا ما بشتغل زي ما كنت أول أشتغل أنا بشتغل تقريبا في اليوم 4-5 ساعات بأخذ مني البساط طوله 3 متر حوالي 10 تيام 12 يوم حسب شغلي أما الأول كان يأخذ مني 5-6 تيام فرق كبير طيب عم برمزي حابين نشوف إحنا وستاذ المشاهدين كيف بتغزل خلينا نشوف النول كيف بيشتغل وخلينا نشوفوا معنا مشاهدينا طبعا مشاهدينا الآن رح نرجع للستوديوهات برنامج يوم الجديد لمتابعة ما تبقى من الفقرات رح نخليكم مع العم أبو رمزي لحتى تشوفوا كيف بيغزل على النول وبصنع أجمل البسط اللي هي عبارة عن تراثنا العريق متوارثة من الأباء إلى الأبناء حرف يدوية تقليدية جميلة جدا وإن شاء الله رح يكون إنه عدة طلالات أخرى من خلال برنامج يوم الجديد رح نتعرف أكثر على جمعية الشبات المسيحيات وأيضا رح نتعرف على نادي سيدات للأعمال والمهن خليكم معنا أو تابعون أو تابعوا قافلة برنامج يوم الجديد نعم أحمد يعني كتير موسوطين طبعا بهالأجواء اللي عندك أجواء مادبة وأكيد رح نستنى ضيوفك المميزين رح بيكونوا معاك طبعا من جمعية الشبات المسيحيات وكل الضيفات العزيزات يعني والصديقات اللي رح بيكونوا معاك موجودين خلال الربط المباشر معاك من محافظة مادبة وطبعا بدأ وجه تحية يعني لضيفك العزيز فعلا يعني صباحات رائعة صباحات فيها حرفة فيها مهنية فيها موروثات طبعا إحنا من خلال برنامجنا يوم جديد دائما منحاول أنه يعني نكون بمواقع مختلفة في المملكة من الشمال إلى الجنوب لحتى نسلط الأضواء على هالحرف المهنية على هالموروثات على هالعدات والتقاليد الموجودة بمحافظاتنا طبعا بشكل عام مرة ثانية شكرا لإلك أحمد أبو حمد وأكيد لنا عودة معاك ورجع خلال مشوارنا الصباحي مشاهدين الأعزاء طبعا نحن لسه ما استعرضنا شوفي عنا فقرات ضمن برنامجنا يوم جديد لكن بعد الفاصل القصير طبعا رح نرجع أنا وزميلتي دعاء لحتى نكمل ونستعرض اليوم شوفي عنا ومين هم ضيوفنا اللي رح يكونوا طبعا مشاركيننا داخل استيديو يوم جديد خليكم معنا فاصل